محددة تكلم على فكرة انه يبقى فيه عشر تيام قبل المباراة فترة اعداد لمشوار التصفيات تكلم على انه يتم حل شرط الكابتن مسألة شرط الكابتن اللي بتتجدد ومنسمحها في كل تجمع للمنتخب قبل اي مباراة بيخدها تكلم على فكرة اختيارات الاسماء اللاعبين اللي يبد من انضمامهم للمنتخب ويمكن انا وانا بدردش معاه الحقيقة في الفاصل قال كلام تاني مهم جدا حدق يعني هنفتح ملفات معاه وكنت وقفت قبل الفاصل تحديدا عن فكرة الروح اللي قلت لحضراتكم ويمكن كابتن خالد اهلا وما سهلا بيك كنت قلت في بداية الحلقة انه طول عمرنا انجازاتنا مع المنتخب جزء كبير جدا منها بيبقى مبني على حتة الروح اللي بتعوض في اوقات كتيرة جدا اي فوارق تانية ما اعتقدش انه المنتخب المصري في كل انجازاته كان الافضل على كل المستوات بدنيا مهريا فنيا تكتيكيا ولكن كان دايما الروح اللي موجودة بتعوض اي نقص ممكن يكون موجود حصل ده في مناسبات كتيرة جدا حصل ده في فوزنا باكتر من نسخة لامم افريقيا حصل ده في تأهلنا لكاس العالم الروح دي انا بتهالي انها غابة عن المنتخب بقالها سنين والروح دي دايما بتبقى مرتبطة بشخص المدير الفني الناجح يعني شفنا مرحلة مثلا كابتن جوهري كانت الحالة دي موجودة حالة من حالات الانضباط الشديدة جدا بتشوف انه الروح المعنوية للعيبة وقتالهم في الملعب ورغبتهم في تحقيق انجاز واحساسهم بالانتماء بشرف الانتماء المنتخب شفنا ده بيتكرر مع كابتن حسن شحاتة من بعد كده ما حسناش الحالة دي قوي مع كامل احترام والتقديل لكل الاسماء لتولدت مهمة المنتخب لكن ما حسناش الحالة دي كابتن حسامة بدري يقدر يعمل الحالة دي يكرر الحالة دي مرة تانية او لا يقدر يعملها لو توفر الوقت ليه معسكرات طويلة لان لو نرجع زي ما انت وقت احمد كابتن جوهري ده كابتن جوهري لغى الدوري في سن ليه عشان يبقى عنده الوقت يشتغل يعني حسام ما اشتغلش حسام بقاله سنة ولا سنة ونص انا مش عارف يعني هدي ايه تاريخ معسكراته لقينا تلات يام قبل الماتش وبيلعب والدوري شغال لا لو حيتوفر له الوقت والكابتن حسن شحاتة نفس الكلام الروح بتيجي من خلال المعسكرات الطويلة الاعدة مع بعض اللعيبة اعدة مع بعض مع الجهاز بيتبررانه نلغي الدور يعني يا كابتن خير لا مش نلغي الدور ما يبقى المنتخب الاول مصلحة المنتخب الاول وتيجي بعدها مصلحة الدور انا عندي موسم عندي موسم مضغوط جدا عندي دوري عندي دوري ابطال افريقيا فرقتين عندي كونفيدرالية عندي منتخب اوليمبي رايح اوليمبياد توكيو عندي كاس امم افريقيا في الكاميرون ومعاهم حط تصفات كاس العير كويس انا مبش طالب وقت طويل انا قلت عشر ايام او اسبوع مش كتير ايو يعني عشان بس ندي فرصة للناس ان هي تشتغل ان اللعيبة تشتغل اصلا انت اللعيب ما تقدرش تلوم ودلوقتي لو جيت قلت له انت ما نفستش ما عملتش مش ايقول لك احنا اتمرنا ما اللعيبة دلوقتي غير على ايامنا على ايامنا لما كنا بنتمرن جالنا اعظم ودربين على مستوى العالم بس احنا ما كناش نعرف ده كويس ده واهش اللعيبة دلوقتي من اول ما الموديل الفني بيتكلم تلات اربع كلمات بيحكموا عليه فانت ليه هتدي سبب اللعيب ان انت ما مرنتوش هتطلب منه ايه احنا في الماتش اللي فات في حاجة برضو فرقة كينيا كان عندها الباك رايد بتاعهم بيلعب القاود طويل اه زي الكورنر زي الكورنر طب ده حلو ايه نفضل ندعي بقى عشان الكورنر يعني مش لازم فيه تدخل فني ما شفتش يعني الكلام ده وان ليه حلول الحلول ميه اللي بيقولها الموديل الفني اللعيبة متعرفوهاش اه محترفين وكبار بس مش هعرفه طب القاود الطويل ده حلو ايه سر ده باك ينط والزحمة وبعدين يحصل ايه غلط وكورة تخش لا ليه حلول اقول الحل عشان ما بقاش انا بقول ايه كلام في القاود لما انا بلعب فرقة بتلعب القاود الطويل ده بمنتهى الخطورة هتخليني اتحط تحت ضغطه وتحت خطورة اقصر اتنين في الفرقة بحطهم على خط الجول اقصر اتنين اقصر اتنين على خط الجول ايه الجول ومحمد الشيناو ما يقفش على خط الجول بقى ادي له بقى حرية يطلع على غاية حتى بعد السكسيارد يعني الكورة الطويلة دي هو اللي هياخدها محمد مش مش باك مع راس حربة وناس طوع الطنط لا ما ينفعش لان محمد طويل وحيزق الأرض وحيطلع يركب فوق وبيق دي وبيق دي فحيركب على اي حد ما شفتش كده ليه لان الناس برضو مش رايقة زهنها مش صافي لا فيه امور فيه كربسة فانا هو ده اللي انا بتكلم من كلام حددتك كابتن خالد يعني روحت والله حتى السؤال دا يعني مثلا في الماتش اللي فات ما عليش بعد طرق حمد ومحمد هاني يقفوا على خط الجول يعني من القايم عد طب ليه الاتنين القصارين عشبها مش بلخهم كويس يعني وقصية يريه وقصية يريه مهما حينط يعني يعني يعد طويل حيبة ممكن ما يدخلش في الألعاب الهواء هو هياخد بقاف للجول واحد يعني من القايم خطوتين واحد يقف من القايم الثاني خطوتين واحد يقف انت قفلت الجول كده من اجنابه ومن النص ويسيب الجول بتاعك يطلع مش خلال ما كناش حسنا بالخوف اللي احنا قاعدين انا عمالها قاعد اقول وحجاز ينطه وده ينطه وده هيقلش واحنا قاعدين كان عندنا مشكلة في كل الألعاب الهواء يعني المضج ده الألعاب الهواء فيه كانت بالنسبة لنا وهي دي معرفش دايما يعني حتى لما بيبقى عندنا خط ظهر فيه لعيبة طوال نسبيا برضو يعني نعاني دايما في مشاكل الكرة العالية في جوة السندوق مشكلة عندنا مشكلة واللعيبة دلوقتي محتاجة تدريب فيه مثلا ساعات اسمع كلام ومدرين فنين يشتغل ووصل في الدور كتير يطلع اقول لك معقولة لعيبة عامده خمسة أو ستة عشرين سنة وحعلمه اه تعلمه ممكن يبقى عنده تمانية عشرين سنة ومش عارف فيه مواقف مش عارفها فهو الموديل فني شغله انه هو كل الحلول بتاعت اي موقف يقدر يعني ممكن يتعرض لها اي لعيب لازم يدهاله وبعدين هو يستخدمها طب خليني وده اللي كنت بقوله حاكمة شوية انا حتى السؤال ده ما كنتش مجهزوا يمكن كلامنا وكلام حضرتك يمكن خلينا فكر في السؤال ده انا طول عمري طبعا كل المصريين بيحلموا يشوفوا عندنا محترفين كتير ومش بس محترفين كتير يعني بيلعاوه في اندية اه محترمة في دوريات قوية كنا بيتهائلنا انه لما تجيب عندك منتخب فيه لعيبة بتلعب في الريال والبرسا وبايرن وليفر بول ومانشستر وكده هيبقى عندك منتخب تقيل اول التجربة بتقول انه ده مش يعني مش الواقع وفي اوقات كتير جدا المحليين عندنا في مصر كذبوا منتخبات افريقية لعبتها بتلعب في احسن اندية اوروبا وحققوا بطولات على حسابه هل حقك تعتقد انه ثقافة المصري او اللعيب المصري انه لما بيروح يلعب في اندية كبيرة برا ويشترك في بطولات يحقق بطولة دوري في تركيا ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في غيرها او يتمرن مع اكبر الاسماء للمديرين الفنيين لما يجي هنا في منتخب مصر خصوصا لو كان مدير فني مصري بتبقى مشكلة ليه شوية في التعامل معه يعني بيبقى فيه حتة بعيدة شوية بين اللي اتنين بيبقى فيه جاب طبعا بيبقى فيه جاب وجاب كبير كمان ان ما كنتش انت تحاول ان انت تخليه ما يبقاش موجود هي دي شطارة ما اخد بالك برضو الحتة المعاملة النفسية بالنسبة للمدير الفني دي برضو دي حرفة وموهبة ان انت ازاي لعيب جايلك بيلعب في مستوى اعلى واسمه كبير جدا ومن احسن مثلا انا هنقول صلاح من احسن خمسة لعيب على مستوى العالي ازاي انا استنفر قوة صلاح ده لما اجيبه هنا في منتخب مصر ما لازم اخلق له دوافع جديدة ايه يعني لازم قاعد افكر ازاي احط محمد في صراع من خلال دوافع جديدة انا اخلقها له اللي هي بقى الكلمتين اللي انا قلتهم في الاول محمد صلاح لو تقاله ما ينفعش تتشاف بالمستوى اللي ظهرت بيه قدام كينيا او ده دفع جديد ليه وانت مش بتكلمه بتنقضه لا واخد بالك لعيب الكورة برضو بيحس بيتقبل النقد لما بيكون في مصلحته مو بيحس بالكلام ده في مصله هو انا كابتن خلت بينقضني عشان مصلحتي ولا بينقضني عشان ينقضني لا انت كلما هتنقضه وتقوله الصح ايه هيبقى المصلحته وهما عدت على الواحد اللي حيبة كانت صعب السيطرة عليها ولكن في الاخر طلعوا ان هما لما الواحد بيعرف مفتاحهم يخش لهم ازاي بيدوا اقصى ما عندهم بشكل كبير جدا احنا مش عايزين قصة المحترفين تبقى نقمة على المنتخب لا عايزين هم يبقوا اضافة للمنتخب لا وفيه لعيبة في اوقات كتير جده بتبقى امكانياتها بيبقوا فلتات يعني بيبقوا من ناحية الامكانيات والمهرات فلتات لكن ازاي تسيطر عليهم وازاي تخليهم يطلعوا احسن ما عندهم وازاي تستفز القدرات دي عشان تحطها في مصلحة فرقتك يعني عندها نمزك انا مش عايز اقول اسماء بس يمكن منهم اسماء انت مرنتهم كتير بس الاسف يمكن دماغهم واضيتهم في حتة تانية بالزبط وزي ما انت قلت اقام الكابتن ناس عن حسن شحاتة الجيل اللي كان مع الكابتن حسن شحاتة كان فيه محترفين برا كتير لا كان زيدان تقريبا وعمر زاكي لعب في ويجن فترة انما المعظم كان محلي والمعظم كان فرقة الاهلي برضو في جيلها الزهبي ما هو الاهلي هو الاساس في كل حالة النادي الاهلي ربنا كده يزيد ويبارك هو الاساس في كل المنتخبات على مستوى اي لعبة ولكن كان متوفر لهم الوقت والامكانيات كانت اعلى شوية من الجيل اللي موجود يعني الجيل بتاع بوتريكا وحسن شحاتة واللي كان مع كابتن حسن والجمعة وعمر متعب لا جيل امكانياته اعلى من الجيل اللي موجود وبرضو عشان الناس يعني انا عايز اقول الناس برضو الجمهور احنا منتخبنا لما انا انا كراجل فني وبدون اي تعصب لا منتخبنا انا اقدر اقول عليه امكانياته الفنية اقلم الجايد او جيدة بس مش هنزيد على كده الشطارة ان احنا عشان نبقى كويسين ازاي نلعب لعب جماعي مش لعب فردي ازاي الفرقة كلها تتعامل ان هي لعب واحد وتشتغل ان هي واحدة واحدة سواء في النواحي الدفاعية بتحرك مع بعض في النواحي الهجومية بتحرك مع بعض توظيف اللعيبة يبقى صح اختيار اللعيبة يبقى صح الروح والالتزام يكونوا موجودين اه ممكن يبقى لنا شكل وحنبقى كويسين لو اي حاجة من انا قلتها دي واحد لا بتأثر عليها بشكل كبير جدا طيب فاصل ونرجع نتكلم في اخر نقطة في المنتخب ومن وجهة نظرك السيناريو الافضل للمطش اللي جاي وهل الاحسن ان احنا نعتمد على نفس الاسماء اللي شفناها في مطش كينيا ولا المنتخب في حاجة ان هو يدفع باسماء جديدة طبعا كابتن حسامي يختار